التكافل الذي علمنا الإسلام إياه قرآناً وسنة أن نكون مع بعضنا البعض أن نكون يداً واحدة أن نكون قلباً واحداً أن يشعر الجار بجاره أن يشعر الغني بالفقير أن يشعر الناس بالمريض أن يشعر الناس ببعضهم البعض ليس موضوع التكافل أن أعطي الفقير وانتهى الأمر لا أنا أعايشه وأعيش معه وأكفله ومن هنا كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وأشار النبي صلى الله عليه وسلم فالتكافل أعلى من العطاء التكافل أن أكفل إنساناً بمعنى أن أتولاه أن أنظر في أموره كلها هذا هو التكافل الذي ذكره الله تعالى في القرآن الكريم وحثنا عليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهو مرتبة أعلى من العطاء عطاء واحتواء ونظر في أمر هذا الفقير مثلاً أو اليتيم أو المريض إلى غير ذلك ليس عطاء مرة واحدة وإنما في كل مرة أنظر حاله وأترقب حاله وشوفه وعاوز إيه إلى غير ذلك من هذه الأمور الطيبة الله جميل جداً يعني كده فيه فرق يا دكتور أحمد فكرة المساعدة إن أنا لما حد مثلاً من الناس اللي بتسأل إنه حاجة بسيطة ندها لها فبنديها حاجة بسيطة لكن تكافل أشمل بقى فكرة لا إن أنا أتكفل بمساعدته بحياته أشوفه نقصه إيه محتاج إيه أنا برضو محتاجين نعرف مظاهر أكتر من التكافل الاجتماعي للواقع بتاعنا يا دكتور أحمد عشان الناس برضو هي في حياتها كده تبقى لما تشوف جرها تشوف زميلها تشوف ناس في الشارع تشوف ناس في أماكن كتيرة من الدور المختلفة أو الحاجات الخيرية اللي بتراعي اليتيم وبتراعي الكبار السن والمشردين وكده يعني تقول لنا المظاهر تكافل الاجتماعي بس بشكل بقى وقعي لحياتنا عشان نعرف نتعامل معاه سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له من كان معه فضل ظهر يعني مركب أو غير ذلك فليعد به على من لا مركب له إلى غير ذلك أو من لا ظهر له بمعنى إن الجار مع جاره هذا يحتاج لشيء ما وهذا يحتاج لشيء ما هذا تعاون هذا تكافل وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان أدى الجار مع جاره مثلا في موضوع المريض مريض محتاج رشدة مثلا أنظر حال هذا المريض لبما محتاج هذه الرشدة ويحتاجها بعد أسبوع ويحتاجها كمان بعد شهر إلى غير ذلك مش معنى إننا أعطيه أو يعني أجبله الأرشدة وانتهى الأمر لا علاقتي معه ممتدة هذا تكافل وأن أكفل مريضا لننظر مثلا في موضوع اليتامة يعني ما أكثر اليتامة في حياتنا اليتيم ممكن نراه جارا من الممكن أن نراه في الشارع من الممكن أن نراه في مدرسة يعني زميل لولد عندنا لابننا أو بنتنا أو غير ذلك ده مهم جدا أن نبحث عن هؤلاء نبحث عن اليتامة نبحث عن الأرامل نبحث عن المساكين بمعنى إنه إنسان أي نعم من الممكن أن يكون له راتب موظف أو غير ذلك بالضبط لكن هذا لا يكفي محتاج إيه؟ محتاج إيه؟ عنده أولاد في الجامعة مثلا عنده أمور ومهمات عديدة الراتب لا يكفي هذا مسكين يحتاج إلى من يقف بجانبه هنا يأتي دور الأصدقاء هنا يأتي دور القيران هنا يأتي دور المؤسسات إلى غير ذلك يعني التكافل في المجتمع له مظاهر عديدة جدا وفي كل يوم نرى يعني مظاهر وصور عديدة للتكافل الإنسان لازم يكون يعني عنده هذا الوازع وهذا الأساس من حب نفع الغير ترجمة نانسي قنقر